أمك إزاي بقى يا كابتن في رمضان؟ في رمضان طبعاً النشاط بقل شوية يعني كلمة طبعاً الوقت ده غير وقت ما كلنا بنلعب وقت يعني كلنا بنتمرن وإحنا صايمين ساعات بنلعب مقشاط وإحنا صايمين في أفرقيا وحاجات كده يعني لكن دلوقتي طبعاً الوضع يتغير فطبعاً بنصوم والحمد لله وكل حاجة بنصلي وبنظهر يفاجر ونقعد شوية وبعد كده طبعاً بنستريح بقى شوية وبعدين نقوم بعد كده نمارس بقى اليوم العادي نحنا طبعاً بنقدي الفروض طبعاً الحمد لله بقى بحب أتابع بقى النشاط بتاعنا أنا أنا بامشي كل يوم تقريباً وفي رمضان غالباً أمشي قبل الفطار يعني أو بامشي بعد الفطار بالليل يعني ممكن عشان البطرحة لأكل والحاجات دي كلها الواحدة الإدارية لأن بتعود كل يوم أمشي فالتقوص طبعاً تتغير في رمضان عن الأيام العادي شوفنا حضرتك في الفطار يعني ليك تقوص كده معينة يعني جلح مش عارفة عصير مش يعني الأكل بقى إيف لا طبعاً الأول يعني عشان واحد يبقى خفيف برضو لأنه صعب جداً الواحد يعني يجبس على الأهل على الأكل وبعدين يبقى في مش قلب يتنفس بس لا إحنا كناس رياضيين برضو عارفين أنه يعني زى ما أمرنا الرسول طبعاً عليه الصلاة والسلام أن أنت لازم تسيب جزء للنفس بتاعك وبتقدر تتحرك وكده فطبعاً لما بقى يعني بقى ما المرفع بيضرب بناخد طمر نتطمر ونفكس يعني نكسر السيوم بتاعنا وبعدين نصلي نصلي المغرب ونقعد شوائيا وبعدين ننزل بعد كده مع الأسرة بقى والولاد كلهم بيبقى عندي هنا وكده وبعد برضو بنروح بعد كده جامع جنبنا هنا بنصلي بقى تمشيها بقى أخدها ماشي جامع جامعي بقى تمشيها روح ماشي وميجي ماشي عشان بس الواحد يعني ما يطعش الرياضة الخارس وفي نفس الوقت بنستمتع بقى بالروحانيات الجميلة وبالصلاة مع تراوية وأجواء رمضان أجواء جميلة سبحان الله يعني بيجي الأجواء يعني فعلاً جميلة جميلة لدرجة ان الواحد يعني ما بيخلق يعني ما رمضان بينتهي بيبقى مش عارف يزبط نفسه في حاجة لأ احنا تعودنا على الأيام الحلوة والأيام الجميلة دي وعلى فكرة يمكن فيه أسر كتيرة ما بتتجمعش مع بعض غير في رمضان يعني كل واحد بيروح شغله وكده لكن في الفطار محاش بيغيب لعني كله بيبقى حاضر فإذا الأسر دي بتتلم فعلاً رمضان بيحب اللمه هو فعلاً اللمه تبقى جميلة جداً في رمضان لأن كله بيأكل في وقت واحد أول يوم رمضان بقى يعني تعود يبقى هنا في البيت والأولاد والكتاب رمضان طبعاً دلوقتي ما عادش بلبي مثلاً دعوات كتيرة بتبقى كده لأن برضو بتبقى الظروفه بيبقى صعب شوية لأن رمضان بيبقى محتاج وقت يريح الواحد يقرى شوية برضو بحب يقرى وخلص مثلاً المصحف ونقرى فيه فليه تقوص خاصة فالواحد بتفرغ لها شوية وذلك يعني ما عرفش أن العزومات بره بتأخرك شوية عن حاجات من اللي أنت بتحب تعملين نعم 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 نعم